اختتمت بمدينة زليطن ورشة عمل بعنوان التجريم والعقاب لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقد نظم الورشة التي تواصلت ليومين التكتل الإعلامي الشبابي الحر بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون ومركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأسمرية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والقضاة والمحامين ووكلاء النيابة والمهتمين بالشأن القانوني بمدينة زليطن وامسلاته هذه الورشة ضمن مشروع متكامل عنوانها الجريمة الأكثرونية واثروا على الضحايا اخترنا في الجانب الأول أن يكون الجانب الأول لتكون الورشة لها علاقة بالجانب النفسي والاقتصادي والاجتماعي ثم أحضرنا الآن خبراء القانون وخاصة القانون الجنائي ما بين أعضاء هيئة التدريس وما بين محامين وبين قضاة والقلال نيابة ليتحدثوا لنا عن هذا القانون الصادر من البرلمان حول هل هذا القانون يكفي ويفيد فيما يتعلق الجرائم الالكترونية بشكل عام أم لا وبشكل خاص أيضا تناولنا خلال يومين هذا الموضوع من جميع الجوانب سواء من الجوانب الموضوعية أو من الجوانب الشكلية ونقشت ورشة العمل قانون الجريمة الإلكترونية رقم 5 لعام 2022 الصادر عن مجلس النواب وتناولت الورشة أهم الإيجابيات والسلبيات به سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية وكذلك نوقشت مدى ملاءمة هذا القانون لكافة الجرائم الإلكترونية من عدمه كانت مشاركتي ضمن هذه الندوة بعنوان إضاءات حول القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن الجرائم الإلكترونية من أجل إبداء الملاحظات إيجابياتها وسلبياتها حول هذا القانون وما يتعلق بالصياغة التشريعية التي صدرت في هذا الشأن وما يتعلق بالقواعد الموضوعية والإجرائية بتنظيم الجرائم الإلكترونية والهدف من ذلك هو الرقيب الصياغة القانونية في بلادنا الورشة تأتي ضمن مشروع مكافحة الجريمة الإلكترونية في ليبيا بين فعالية المواجهة القانونية والآثار النفسية والاجتماعية على الضحايا موسيقى